اشتركوا في القناة فيما بقي تقبل منا ما قد مضى ويرزقنا يا رب التوبة والعفو والمغفرة والعطق من النار النهاردة جايب لكم مقال حلوة أوي عنوان وعشر ثمار لمن لزم الاستغفار إذا شعرت بديق في صدرك وتزاحمت على قلبك الهموم والأحزان وضاقت عليك الدنيا وسدت في وجهك الأبواب فاعلم أنك بحاجة لأن تكثر من قول أستغفر الله إن الاستغفار زاد الأبرار وشعار الأطقياء ومفزع الصالحين به تسعد القلوب وتنشرح الصدور وتنجهي الهموم وتثقل الموازين وترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتفرج الكروبات وكم جلب الاستغفار لأهله من الخيرات وكم صرف عنهم من البلايا والملمات إن الاستغفار دواء ناجع وعلاج نافع يقشع صحب الهموم ويزيل غيم الغموم فهو البلسم الشافي والدواء الكافي إن للاستغفار ثمارا يانع وفوائد جمة وغنيمة ضاهظة إن فيه خيري الدنيا والآخرة إن فيه استعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة ومن لزم الاستغفار فلابد أن يربح فتعالى نقف عند بعض ثمرات الاستغفار وفوائده نمر واحد الاستغفار ينق القلب ويطهره إن الاستغفار ينق القلب من ظلمات المعاصي والذنوب فعن أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيدت فيها حتى تعلوا قلبه وهو الران الذي ذكره الله في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نمر اثنين وعد الله من استغفره أن يغفر له سبحانه وتعالى قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وقال سبحانه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوكا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نمر ثلاثة من لزم الاستغفار سرته صحيفته يوم القيامة هنيئا لمن داوم على الاستغفار فجاء يوم القيامة قد ذهبت سيئاته هباء وتضاعفت حسناته وعظمت فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار أربعة الاستغفار سبب للنجاة من عذاب النار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار وتأمل في هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهدية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع قال لا ينفع إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وعن أبي العالية قال إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمتين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه خمسة الاستغفار سبب لرحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة قال صالح عليه السلام لقومه يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فكثرة الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة ستة الاستغفار سبب لدخول الجنة قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فالصالحون يخطئون لكنهم يبادرون بالاستغفار والتوبة فأعقبهم الله بكثرة استغفارهم جنات النعيم سبعة الاستغفار سبب لرفعة الدرجات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنا لي هذه فيقول باستغفار ولد ولادك لك فانظر كيف يرفع الاستغفار العبد المؤمن بعد موته فإن كان أحد والديك قد توفي فاستغفر له كثيرا فإن هذا من أعظم ما ينفعه في قبره ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يستغفروا للميت فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم تسعة الاستغفار سبب لكثرة الولد قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار سبب لنذول الغيث المدرارا وحصول البركة في الأرزاق والثمار وكثرة النسل والنماء وكثرة النعم في الفياف والقفار عشرة الاستغفار سبب للقوة قال هود عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمون قال العلماء كانوا من أقوى الناس ولهذا قالوا من أشد منا قوة فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم الله قوة إلى قوتهم قوة في الجسم وقوة في النعم وقوة بكثرة المال والولد كل هذا يدخل في معنى القوة والله أعلم في الاستغفار ستجد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والشفاء من الأمراض والأوصاب حداشر الاستغفار سبب لتفريج الهموم والكروبات عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب فكم من رجل لزم الاستغفار ففرج الله همه وأزال كربه وأبدل أحزانه أفراح وضيقه سعة وعسره يسراً وفقره غنى وأقبلت عليه المسرات اتناشر الاستغفار سبب لدفع العذاب في الدنيا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وعن فضال ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله ففي الاستغفار دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن 13- الاستغفار سبب للنصر على الأعداء قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ومما روي في ذلك أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت ذرب اللسان على أهلي قلت يا رسول الله قد خشيت أن يدخلني لساني النار قال فأين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة اللهم اجعلنا من المستغفرين التائبين يا رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا الدعاء والتوبة والاستغفار ويجعلنا يا رب يا رب يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأشوفكم فيديو تاني قريب جدا بإذن الله ولا تنسوني من صالح دعائكم باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر